اختطبت فعاليات ملتقى بنك التنمية الجديدة الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة بجلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دفع التنمية العالمية من خلال التعاون جنوب جنوب لمناقشة آلية التعاون جنوب جنوب باعتباره قوة تحولية في المشهد الاقتصادي العالمي من جانبها توجهت مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ديم الخطيب توجهت بالشكر للحكومة المصرية لتنظيم الملتقى وقالت إنه من الضروري التحرك للأمام في التعاون بين دول الجنوب والعمل بين الدول المختلفة للحاق بأهداف تنمية المستدامة كشفت السفارة البريطانية في القاهرة عن أن أجمالية الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة المتحدة في مصر قد بلغا ثمانية وسبعة من عشر مئة جنيه استرلينية وأوضحت السفارة أن حجم التبادل بين البلدين وصل إلى أربعة وتسعة من عشر مليار جنيه استرلينية بحلول نهاية عام 2023 بزيادة تقدر بثلاثة وثمانية من عشر بالمئة عن عام 2022 في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات الجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعملات شراء من المتعملين المصريين والعرب فيما ملت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت ملياري جنيه وربح رأس المال السوقي سبعة مليارات جنيه ليغلق عند مستوى واحد وسبعمائة وسبعين من ألف تريليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر اي جي اكس ثيرتي بنسبة عشرين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ستة وعشرين ألف ومئة وثلاث وثلاثين نقطة كما صعيد أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سبنتي بنسبة اثنين وخمسة وعشرين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى خمسة ألاف وثمانمائة وثمانين وستين نقطة واتفع أيضا مؤشر اي جي اكس وان هندرد بنسبة واحد وواحد وستين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ثمانية ألاف أربعمائة وخمس وخمسين نقطة في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد توقعات رئيسية أشارت إلى أن مغزونات النفط العالمية تشهد انخفاضا في النصف الثاني من عام الفين واربعة وعشرين وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة ثلاثة من عشر بالمئة ليصل إلى واحد وثمانين وواحد وتسعين من مئة دولار للبرميل فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة واحد وسبعة وثلاثين من مئة بالمئة ليصل إلى ثلاثة وثمانين واربعة من مئة دولار للبرميل كذلك ارتفعت أسعار المزود تعالبيا بنسبة 1.97% لتصل إلى 2.46 دولار للتر وتراجعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 2.21% لتسجل 3.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية فريطانية قرر البنك الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة عند 5.5% وصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما في اجتماعه السابع على التوالي مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء تخفضات في أسعار الفائدة هذا العام أكد الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جتيرش أن نظام التجارة الدولي يتجه إلى التشرزم بضل ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية وخلال مراسم إحياء مرور 60 عاما على تأسيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أضاف جتيرش أن نظام التجارة الدولي يواجه تحديات من كل الاتجاهات وأن أزمة المناخ تضرب بشدة العديد من البلدان النميع ترجمة نانسي قنقر